بعث الفريق أول لمحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة برقية تهنيئة لرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بدكرى ثورة يونيو خلال هذه البرقية أكد الفريق أول محمد زكي أن ذلك اليوم المجيد من أيام الوطنية المصرية شهد ثورة شعب مصر العظيم التي سندتها القوات المسلحة لتصحيح المسار وإعادة بناء الوطن والتأكيد على أن مصر لكل المصريين بهذه المناسبة أكد الفريق أول محمد زكي أن القوات المسلحة ورجالها الذين هم أبناء الشعب المصري يؤكدون أنهم في مقدمة الصفوف دفاعا عن الوطن وحماية مقدساته وسلامة أراضيه بكل التضحية والفداء من أجل أداء الواجب المقدس الذي كلفهم به شعب مصر العظيم لتظل مصر دائما حصن أمن وأمان لكل المصريين هذا وقد بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي بهذه المناسبة